لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا مرحب بيكم أعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل والنهاردة عنوان الحلقة بتاعتنا هيكون اسمها البخاري كذا وكذا والحقيقة هنعرض مجموعة أحاديث النهاردة كتير جدا غير مفهومة في البخاري بس عايزة أعرفكم يعني إيه إبهام الكلمات إبهام الكلمات هو التدليس والتدليس يعني كذب وإنتوا ممكن يعني تشوفوا معايا كل الحلقات اللي فاتت وكمان النهاردة إزاي البخاري دلس وفي حاجات كتير كان بيبهمها علشان القارق مبقاش فاهم هو بيقرأيه وأفكركم بكتاب الكامل في الضعفاء الرجال الباب الثاني والعشرون من قال التدليس قال أبو نعيم سمعت شعبة يقول والله لأن أزني أحب إلي من أن أدلس وأبو نعيم ده الشيخ من الشيوخ البخاري خلينا نشوف أول حديث هنتكلم فيه في حلقة النهاردة فاتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن سورة كل أعوذ برب الفلق الحديث بيقول يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا فقال أبي سألت رسول الله فقال لي فقال لي قيل لي فقلت قال نحن نقول كما قال الرسول وهنا خلينا نقف عايزين نشوف هل حد فهم حاجة يعني أنا لو حد جي قال لي حكي لنا الحكاية مين جالك جالي فلان قال لي كذا وانا قلت له قال لي قلت محدش فهم حاجة فإبهام الكلمات يعني في حاجة البخاري عايز يدريها فما رضيش يقول وكلام غير مفهوم مش معقول يكون ده حديث صحيح يعني هل ده حديث صحيح مفهوم الناس فهمة وهي بتقرأ هي قرأة إيه لكن تعالوا نشوف ليه البخاري أبهم الكلمات دي فاتح الباري بشرح صحيح البخاري بيقول إن عبدالله ابن مسعود كان لا يكتب المعوزتين في المصحفه ويقول لنا كده إن عبدالله يقول في المعوزتين هذا أيضا فيه إبهام وعبدالرحمن ابن يزيد النخي قال كان عبدالله ابن مسعود يحك المعوزتين من مصاحفه ويقول إنها ليست من كتاب الله وخلينا كده نشوف مع بعض الحويني ونسمع قال إيه في الموضوع ده اسمعوا معي علي بن مديني لما روا الحديث عن سفين بن عيينة قال قلت بإسناده إلى زر بن حبيش يعني قال سألت أبي بن كعب قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا ما جابش البخاري كلمة يحكوهما من المصحف إنما قال كذا وكذا هكذا على الإبهام ليه البخاري اختر الرواية دي ليه ما جابش رواية عن الحميدي وهو من مشايخه ليه ما جابش رواية عن أحمد وهو من مشايخه أيضا وأحمد والحميدي لاتنين صرح بأنه كان يحك المعوزتين من المصحف لأن البخاري استعظم هذا وكابن عيينة هو الذي كان مرة يصرح ومرة يذكرها على الإبهام فتلقى أحمد بن حنبل والحميدي والشافعي الرواية عن ابن عيينة بالتصريح بحك المعوزتين من المصحف وعلي بن المديني تلقاها عن ابن عيينة على الإبهام إن أخاك يقول كذا وكذا ومرضاش يقول بيقول إيه اختار البخاري رواية علي بن مديني التي لم يصرح فيها أنه يحك المعوزتين ليه البخاري عمل كذا استعظاما لهذا الكم خلينا كمان نشوف الحويني إزاي بيقول أن ده استعظم على الرسول استعظم على الصحابي استعظم على البخاري أنه هو يقول أنه يكتب أنه كان بيحك المعوزتين طيب إحنا فيه سؤال مطروح هل استعظم على البخاري أنه هو يكتب أن ابن مسعود بيحك المعوزتين وما استعظمش على ابن مسعود أنه هو يحكهم أصلا من القرآن خلينا أقول لكم حاجة كمان في الموضوع ده مهم جدا من هاجة سنة النبوية ومن هاجة سنة النبوية بيقول للرد على قول الرفضي أن عثمان حكم بضرب ابن مسعود رضي الله عنهما حتى مات بيقول لنا كده وفي الجملة فإن قيل أن عثمان ضرب ابن مسعود أو عمارا فهذا لا يقضح في أحد منهم إنما نشهد أن الثلاثة في الجنة وأنهم من أكابر أولياء المتقين يبقى تصوروا أن الموضوع كان بيوصل لضرب الصحابي عشان يعترف أن المعوزتين دول من القرآن تصوروا الموضوع كان خطير إزاي والبخاري يبهمه لأنه استعظم على البخاري وكأن البخاري أحسن من صحابي خلينا نشوف كتاب تاني صحيح البخاري كتاب الأدب باب لم يكن النبي فحشا ولا متفحشا يقول لنا كده عن أنس كنا نأتي أنس ابن مالك فيحدثنا عن الأنصار وكان يقول لي فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا طبعا إلى الآن محدش فيهم حاجة حد فيهم حاجة من الحديث وده حديث صحيح في البخاري وما زلنا بنقول لماذا أبهم البخاري هذه الكلمات يقول لنا كده فتح الباري بشرح سحي البخاري كتاب الأدب باب لم يكن النبي فحشا ولا متفحشا هيقول لنا الحديث اللي اتكسف البخاري أنه هو يقوله يقول لنا كده عن عائشة أن رجلا استأذن على النبي فلما رأاه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة فلما جلس تطلق النبي في وكه وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وكه وانبسط إليه فرح قال لها الرسول فقال الرسول الله يا عائشة متعهدتيني فحشا أن شر الناس عند الله منزله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره يعني البخاري تكسف أنه يحكي الحكاية أن الرسول لما شاف الراجل جاي عليه من بعيد رح قال عليه كلام مش كويس وقال لما جاي يقعد معاه رح تطلق في وشه وابتسم وكأنه يعني ما قالش عليه حاجة فطبعا ده نوع من أنواع النفاق استعذب أيضا على البخاري أنه يوصف الرسول بهذه الأوصاف فرح قعد يقول لنا إيه كذا وكذا علشان محدش يكون فهم حاجة خلينا كمان نشوف حديث تاني صحيح البخاري كتاب الشهادات باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأزين وغيره وما يعرف بالأصوات يقول لنا عن عائشة رضي الله عنها سمع النبي رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطهن من سورة كذا وكذا وبرضو معرفنش إحنا معرفنش دلوقتي إيه اللي سمعه كذا وكذا آية أسقطها من كذا وكذا وطبعا ده نوع من أنواع الإبهام اللي البخاري استعظم عليه يقول للرسول إيه الآيات والكذا والكذا اللي هو بيقولها دي خلينا شوف حديث تاني صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب استذكار القرآن وتعهده قال النبي بئس مقحتهم أن يقول نسيت آية كت وكت بل نسية واستذكاروا القرآن يعني محدش يقعد يقول أنا نسيت آية كذا وكذا أنت قولوا أن أنا يعني نسية يعني الله يعني بسبب هو نسية مش نسيت وطبعا برضو ما فهمنيش الرسول هل الرسول كان بيقول فعلا كت وكت يعني ولا كان بيذكر آيات معينة وده برضو إبهام من البخاري خلينا كمان نشوف سهيل بخاري كتاب فضائل القرآن باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا عن عائشة قالت سمع النبي رجلا يقرأ في المسجد فقال يا رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من صورة كذا وهنا خلينا نقف شوية نشوف الرسول طب أنت كنت نسي إيه إيه اللي أنت كنت نسيته وفيه واحد فكرك بيه هل برضو استعزم على البخاري إن هو يقول إن الرسول نسي آيات من القرآن وإن إنسان عادي كان فاكرها وفكر الرسول بيها وطبعا ما فيه وده حديث صحيح والمهم إن ده حديث صحيح غير مفهوم الكلمات خلينا كمان نشوف سهيل بخاري كتاب الدعوات بقول الله تعالى وصل عليهم ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه عنا عائشة قالت سمع النبي رجلا يقرأ في المسجد قال برضو رحمه الله أسكرني كذا وكذا أسقطها من صورة كذا وكذا وأنا برضو هنا في الحديث ده ده برضو حديث صحيح محدش فاهم منه حاجة الرسول برضو كان بينسى القرآن ويقول كذا وكذا وأسقطه من صورة كذا وكذا يعني إحنا دلوقتي عندنا ست أحديث في البخاري فيهم كلمات مبهمة غير معروفة حكايات غير معروفة لو أنت حبيت تعرف البخاري عايز يقوله لك مش عارف البخاري عايز يقول إيه طيب وإحنا دلوقتي سؤال بما أن حلقاتنا بتتكلم على العقل أم النقل أنت كمسلم هل أنت لسه ما زلت تصق في البخاري والبخاري كان يزب الكذب عن رسول الله وبنشوفه هنا أنه بيدلس وبيبهم في الكلمات علشان أنت ما تعرفش الحقيقة فين هل أنت ما تعرفش الحقيقة هو كده بيشيل الكذب ولا بيعمل إيه بالضبط وتابعوني الحلقة الجاية من حلقات النقل أو العقل وألقاكم الحلقة الجاية لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أحبا نقبل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المساق